موسيقى تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة معذكر إعداد وتأهل مقاتلي الجيش الثاني الميداني وذلك في إطار متابعة القيادة العامة للقوات المسلحة للإجراءات التي يتم من خلالها إعداد وتأهل الأفراد المقاتلين للعمل بشمال سينا وذلك باستخدام أحدث وسائل التدريب القتالي التي تحقق الواقعية بما يتناسب مع طبيعة المهام التي سيكلفون بها موسيقى وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على ميادين ونقاط التدريب للمقاتلين موسيقى 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 كما أدار حواراً معهم نقل خلالها تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي معرباً عن تقديره واعتزازه لما يبذلونه من جهد للحفاظ على أقصى درجات الاستعداد القتالي لتنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم تحت مختلف الظروف مشيداً بالنجاحات التي يحققها أبطال القوات المسلحة في القضاء على البؤر الإرهابية وعودة مظاهر الحياة الطباعية الآمنة بشمال سينا وطلبهم ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا بالتزامن مع تنفيذ المهام التي سيكلفون بها حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة ترجمة نانسي قنقر